الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمهورية مصر العربية وده للعام الدراسي الحالي 2018-2019 ده بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للتحاد طلاب مصر للاستماع لملاحظات الطلاب وقرأهم بشأن جدول الامتحانات والمقترح واللي عدته الوزارة بحضور ممثل الطلاب وده لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر كمان تم عمل لاستطلاع رأي حوالين الموعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وشارك فيما يقرب من 180 ألف طالب أبدو ملاحظاتهم حوالين الجدول امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي حيبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 وبيستمر الحد يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 واتسعى الشرطة